استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء العراقي لدى وصوله إلى الرياض في زيارة رسمية إلى السعودية حيث عقد جلسة مباحثات ركزت على زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات في المنطقة وتم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين وتوقيع خمس اتفاقيات في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية كما ضم الوفد العراقي محافظين لمحافظات حدودية مع السعودية لبحث زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين اشتركوا في القناة وإلى الرياض موفد العربية لهناك ماجد حميد ماجد مرحبا بك معنا في العربية الليلة بداية ما هي آخر المستجدات المتعلقة بزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية أنا فقط أمدأ ماجد هل تسمعني طيب يبدو أن هناك خلل في الصوت في المصدر فقدنا الاتصال بماجد سنحاول أن نعود إليه في سياق العربية الليلة إلى هذا الخبر احتفاء بدأ منذ دخول رئيس الوزراء للأجواء السعودية حيث رافق طائراته مقاتلات سعودية ورسم عالم العراق بالألوان في الرياض وفي سماء الرياض حين حطت الطائرة أجريت مباحثات رسمية بين الأمير محمد بن سلمان والكاظمي وصحبه الأمير في جولة بالدرعية التاريخية نحاول أن نعود مرة أخرى إلى موفد العربية إلى الرياض ماجد حميد ماجد هل تسمعوني الآن؟ نعم أسمعك كنت أتحدث عن مسودة البيان المشترك الذي سيوزدوف بعد قليل ما بين المملكة العربية السعودية والعراق فقط أشير بأنه يتضمن عدة خطة يتضمن يؤكد على تواصل المشاورات والتنسيق ما بين العراق والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات يؤكد على دعم العراق في جهوده في مضمن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب التأكيد على حسن الجوار ورفض التدخلات الخارجية في المنطقة استمرار المشاورات والتنسيق بين الدول العربية بشكل كامل لرفض أي تدخلات خارجية ثم من أمن واستقرار المنطقة العربية التأكيد أيضا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في حال المجلس التنسيقي العراقي السعودي من خلال اتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التصويت عليها هذه أبرز الفقرات في المسودة الأولى للمشترك الذي سنصده بعد قليل من الآن ما بين العراق والمملكة العربية السعودية رائح الوزراء ما زال مستمر في اجتماعاته مع الشركات السعودية للتأكيد على دورها في الاستثمار وكذلك دعم القطاع الخاص العراقي خاصة اتفاح منفع العرعر والتأكيد من خلال الفقرات العراقية على فتح منفع آخر ومنفع جميمة أيضا ما بين المملكة العربية السعودية والعراق من خلال محافظة المخنى ماجد نحن نشكرك على كل هذه المسجدات أنت بالطبع معنا على نشرات العربية متابع منذ الصباح لهذه الزيارة وبالتأكيد ستكون معنا في نشرات لاحقة شكرا جزيلا لك موفد العربي إلى رياض ماجد حميد استحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في جولة بالدرعية التاريخية والتي تشهد مشروعا لترميمه عبر مشاريع ثقافية وعلمية ورياضية وكان الأمير محمد بن سلمان استقبل الكاظم الذي بدأ زيارة رسمية إلى السعودية اشتركوا في القناة